مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون او هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها اذا عجبتكو هذه القناة اذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني اكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير 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 عم بتحكيها انه فيه اكتر من سبعين بالمية من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني ويلا مرحبا اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع اليوم في تحديث جديد عن موضوع الكورونا ظهر فيديو عبر السوشال ميديا لا احد السيدات الاردنيات اللي رجعت من ايطاليا وطبعا بما انها رجعت من ايطاليا حطوها في الحجر الصحي واظهر هذا الفيديو سوء او الضعف الخدمات ونضاء والنضافة اللي موجودة في الحجر الصحي طلع طبعا مش عارف الوزير وحكى انه هذا احسن اشي وما تفكروا انكوا بفندق خمس نجوم واليوم طلع رئيس الوزراء الاردني واعتذر عن هذا الموضوع طبعا هاي رسالة لكل المجتمعات بناش نحكي يا جماعة موضوع الحجر الصحي هذا مش فندق ولكنه ايضا ليس بقرة للتلوث وبقرة للوسخ يعني مش معناها انه انا حاطه بحجر صحي هذا فار ولا ارنب ولا كلب ازدته وخلاص ما عنده يعني لازم يكون في معايير للحجر الصحي تناسب الانسان اللي موجود انت مت جاي تخليه يمرض انت جاي عشان تتأكد انه مش مريض للاسف في بعض الدول كتير بتعتبر الحجر الصحي يعني اي اشي خلاص حط اي اشي وانا سمعت من اشخاص كانوا في الحجر الصحي انه يدروا يطلعوا حتى من الحجر الصحي وهذا يعني اشي غريب فاتمنى يعني وهي رسالة لكل وزراء الصحة انهم يعتمدوا اعتماد صحي عالمي تقني للحجر الصحي المبنى شو لازم يكون كيف طريقة المبنى شو الموجود لازم يكون كم واحد في الغرفة مش ستة بالغرفة شوي حجر صحي هذا ستة بالغرفة فهذه الرسالة بسيطة وسريعة ما بدنا نلوم حدا الخطأ اللي صار خطأ وكلنا خطأون وخير الخطأين التوابون الآن اللي لازم نسويه انه نتقدم نمشي الامام خطوة مش نرجع عشرة لورا في مشاكل بتصير في العالم وهذه ممكن تصير بعد سنة سنتين الله وعلم عشر سنين فنكون مستعدين كلكوا سمعتوا ان المملكة العربية السعودية اوقفت مؤقتا كل الفيز والرحلات تبعة العمرة وزيارة المسجد النبوي طبعا تحسبا من الاختلاط والخلطة واعتقد ان هذه خطوة جيدة في ناس كتير طبعا تأثرت خاصة لحاجزين رحلات لهم قريبا احنا داخلين على شهر رمضان وشهر رمضان يعتبر من اكثر الاشهر اللي بتصير فيها العمرة فأتوقع انه خبر قد يكون صادم لبعض الناس ولكن خبر ايجابي لانه فعلا لازم نحدد من الاختلاط طبعا بهذه المناسبة احب احكي بما انه الموضوع دخل على الشرق الاوسط لازم نخفف من عاداتنا الحميمة تبويس يمين شمال عشر برات على اليمين خمسة على الشمال ثلاثة فوق اتنين تاحة واقف هذا الموضوع حتى المصافحة يكفي بالسلام السلام عليكم وعليكم السلام انتهى سوف نخفف من التواصل مع انه يعني احنا بنحب خاصة الشرقية بنحب التواصل الجسدي دائما في عنا الكونتكت هذا في الجسد لكن في هذا الوقت الحرج ان شاء الله نتفهم بعض وما نزعا من بعض حطوكم صورة هون عن الاعداد اللي موجود الآن في انتشار كبير في الكورونا حول العالم في حوالي 8 دول اليوم اعلنت حالات جديدة اليوم كان اليوم الثاني للتوالي على نزول عدد الاصابات في الصين واصبحت الاصابات العالمية اكبر من الاصابات في الصين فالاصابات حول العالم صارت تزيد عن اليوم الثاني على التوالي طبعا الصين الآن زي ما حكوا في بداية فبراير انه من نهاية فبراير رح تنزل الاعداد وفعلا اليوم نزلت اعداد الاصابات بالنسبة لاعداد اللي عم بتعالجوا فالوضع يعني كويس بالنسبة للصين في خبر جدا سيء وخطر اول حالة لمصاب بفيروس الكورونا في الولايات المتحدة لم لم يسافر الى الصين ولم يختلط مع اي شخص مصاب يعني من اين له العدوى اين جاءت العدوى كل في حيرة قد يكون اختلط مع واحد حامل وهو مش عارف لكن الى الان لا تظهر هذه العراض طبعا احنا حكينا في اكثر من فيديو افضل ثلاث طرق لحماية نفسك اول اشي تقوي المناعة المناعة لازم تكون قوية الشغل الثانية تغسل ايديك والشغل الثالثة انك لا تلمس وجهك عشان هيك هحطو لكم بعض الطرق اللي هون لتقوية المناعة تقوية المناعة لازم تكون جسديا اكل توازن شرب مية رياضة صحيا النوم الصحيح الصلاة العبادات التأمل هذه كلها امور قد تساعدك طبعا في خبر كمان موجود في الصحافة انه هناك رضيع عمره 17 يوم ولد من ام معها كورونا كان معها كورونا لكن سبحان الله الرضيع تعافى من الكورونا بنفسه هذا شيء جيد وقد يدعونا لدراسة ليش الطفل هذا ما صار مع الكورونا هتطولكم بالنهاية ثلاث فيديوهات مضحكة واحد منهم يدخن يعني اخواننا اللبنانية ما شاء الله عليهم نكجية يحبوا الأرقيلة واحد ثاني يحلق كورونا واحد ثالث بريطاني يحكي لنا عن طريقة جديدة لماسكات نراكم في تحديد جديد عن الكورونا وسلام هاي لازوم جماعة الأرقيلة بس تعون الأرقيلة هاي الكمامي منلبسها ومنجيب أنيني منقص راس الأنيني ومندخلها بالكمامي ومنخل الغطا محطوط عليها بس بدنا نأرقل منعمل هي وبتجيبه الأرقيلة هاي ما في داعي للخوف إحنا نتحدى مع كورونا بس نخلص ونرجع نجيب الغطا ومنحطوه ومنسكرو هاي موسيقى 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 ومنحطوه فقط تقريبك على حينها يعني أن تقريبك على الشعب تقريبك على الشعب وفقًا في الناس ثم تقريبك على حينها يستطيع الأعوال مرحبت لتفق أيضا لديه يتبع الكثير من مجال لا يوجد الكثير من المجال لذلك ترجع الى حينها ترجمة نانسي قنقر شكرا